للأسف الشديد المجتمع العربي سواء كان ناحية اقتصادية اجتماعية سياسية لورا كتير كتير هل الخلاف بينهم هو ايدولوجي ام صراع كراسي؟ اكيد صراع كراسي هاد اشي واضح للكل كداش باثر هذا الخلاف على الناخب العربي بشكل عام؟ الناخب العربي بالنسبة له سلم خلص لانه بطل عنده تقة النواب العرب مع كل هذا بده اصوت السبب لانه الواحد بنتبه لمجتمعهم المشتركة تفككت واحنا ضد هاد الاشي بدنا اياهن يرجعوا كلهم مع بعض عشان نخدوها نصوت ونفهم كيف المجتمع عدي تقدم هل الخلاف بينهم هو ايدولوجي ام صراع كراسي؟ خلاف كل مرة برايهن يمكن يكون صراع كراسي لانه كل واحد بدي يكون هو بالمكدمي انا باقول لنسبة التصويت العرب هتروح محروكة يعني لانه الاشي كتير اترع التصويت هتنخفض النسبة تات التصويت رح تصوت؟ نقول ان شاء الله اذا رجعوا اشتركوا مع بعض يمكن نصوت اوه واذا ما كان مشتركة؟ نبحث هالحزب اللي ممكن يساعدنا كل واحد له تقراءه سياسية وتعرفين لما طلعت الحركة الاسلامية فاليوم صار في خلافات كتير نتأمل انه الناس انزل تصوت وما تخدش مواقف لانه شوي الوضع صعب خلاف بينهن حسب رأيك ايدولوجي ولا صراعه كارات؟ يعني هيك او هيك تظلت تقولي كيف بيأثر هذا الخلاف انه الناس تنزل تصوت على المصوت؟ بعتل انه نسبة التصويت وسط العربي كتير كتير واطي وبعد ما انفكت المشترك هل رح يكون اوطة برايا؟ برايا رح يفي كتير الناس مش رح تصوت انت رح تصوت؟ انا اكيد اه الصراحة انا بشوف الصراع انه عم بتطور مش عم مفيش تحسن انا شخصيا مش رحها بالمرة بالمرة اصوت هاي المرة لاني انا بشوف انش انهن قدوة اه نتيجة حتى مش بس انهن السراع لبناتهن مفيش انا عم بعملوا اي اشي عم مفيش اشي جديد غير اني بشوف انهن بتقاتلوا وبيختلفوا رغم انهن بتقاتلوا حتى خلوا المؤيدين بنات بعض اللي بيصوت الهن كل واحد عامل حزب لحاله وحتى صار خلافات بناتهان بين الاشخاص المؤيدين حتى صاروا كمان المؤيدين تعونين انهن يرفضوا الفاظهن هني كل واحد بلفض الالفاظ اللي بقولها المرشح تاعه وانا ضد هيك عشان هيك انا مش رح اصوت بالمرة بالمرة يعني خاص زهقناهن بطلنا نحب نشوفهن خلاص بتنوجوه جديدة بالعربة نسبة كبيرة كيف انا بشوفه بسمع انهن مش رحين يطلعوا يصوتوا بالمرة بالمرة لانهن مش كتير كانوا قد المسئوليه اللي اخدوها عشان هيك بطل فيه ثقة رحت هاي الثقة اللي موجودة اللي كانت عنا موجودة بطلنا نتاق فيهن بالمرة يعني السراع اللي موجود بالقائمة المشتركية او بالقاومة العربية بالاساس هو مبني على باش على ايدولوجي ومبادئ مبني على الكراسي وعلى مصالح ضيقة شخصية طبعا بيؤدي لتدني نسوة التصويت لدى السكان لانه طالما هنهن بيتنافسوا على الكراسي فالناس بيتمل من هاي من هذا العمل سبعين سيني او اكثر ثلاث سبعين سيني واحنا في دولة اسرائيل عملينا نتصارع على الكراسي باش نتصارع على مصالحنا وعلى طلباتنا كاخلية عربية في البلاد انا حسب رأيي فيه هناك صعوبات وفيه هناك كثير خلافات بين المركبات المشتركة بسبب طبعا كما بكرت بسبب عملية المصالح الذيقة والشخصية وعلى ترتيب المقاعد حسب ترتيب المقاعد لكل فئة من فئات المشتركة مركبات المشتركة الكلمة اللي بحب احكيها انه ياريت انه توعى العرب او مثلين القائد العرب توعى مرة واحدة وتتوحد ونكون احنا قلنا صوت وقلنا تأثير في البلاد صراحة شايف النعيب اللي بعملوه مش عارف لي هيك لازم يتوحدوا الصراحة هذا كله مش لازم يكون السلاح ملان لازم يتوحد وبنفعش هيك انا الصراحة اذا بظل هيك الوضع مش طالع مصوت صراحة اللي صاير بالقائمة المشتركة كيف نبين مهزلة كيف نبين يعني انه كل واحد بدور اول شيء اول شغل يدارين دوره على كراسي لانه لو هن معنيين انه يتوحدوا لما كانوا تموحدين احنا اطلعنا 15 عضو اسا كل واحد بدور على مصلحته شخصية كيف نبين يعني ومنتأمل انه بالاخر مش راحين يتوحدوا كيف نبين يعني الا كل ما واحد اخذ الطلبات تاعته طبعا كيف هيك نبين حد السا كيف بعته نسبة تصويت لهي 38 في المية او 37 في المية انا متأكد لما بكونوا موحدين منوصل 40 45 او 50 في المية وباث الاشي اللي حد 50 او 55 في المية احنا نطلع من 14 إلى 15 عضو ما اسمه دولوجيات كيف نبين يعني لانه شفت منصور عباس اللي هو ابو خلينا نقول كيف نبين بالاخر انه راح لحاله طبعا انه كان خايف ليش على مصلحة شخصية طبعا او اكراسي بعرفش كيف نبين يعني هاي الحقيقة انا عارف كيشو بصير بعدين اما بتأمل انه بزف كيف بقولوا بالاخر انه كله يتوحد